الآن بسم الأب والإبنة والروح القدسة الإله الواحد أمين أهلاً بيكم شباب اجتماع الرعي الصالح كل سنة وإنتم طيبين ببدء الصوم المقدس كالمعتاد هنبتدي بمجموعة من الأسئلة وبعدين ناخد كلمة روحية السؤال اللي هنبتدي به السؤال بيقول أنا بنت عندي كزا سنة بحب واحد أكبر مني بكزا سنة هو إنسان متعلم كويس أنا بخف المعلومات لأني بتقول لي إقراءه سراً أنا ليه بقراءه علناً لأن دي مشكلة متكررة يا بنتي وأنا بخف المعلومات اللي ممكن تبين أنت مين في فرق سن معين بينهم الإنسان ده كويس محترم بيحبها بس في مشكلة إن الأب والأم مش موافقين نتيجة إن فيه اختلافات يمكن مع آآ آآ والده ووالدته هي بتقول أعمل إيه بص يا بنتي في أوقات كتيرة قوي بابنا بيتدخل من خلال صوت الأب والأم فلازم نحط قدامنا موافقة الأب والأم وعدم رضاهم دي قد تكون علامة قد تكون علامة لا أجزم بالضروري إن معاهم حق بس ممكن تكون علامة فالموضوع محتاج صلاة أكتر طيب صليتي ولقيت نفسك مقتنعة بالموضوع ده تعريض الموضوع ده على أب كاهن محبوب من الأسرة ممكن يسمعوله وتقوليله فرق السن كذا سنة مؤهل وكذا إنسان محترم بيحبني أنا عندي ملعة طفلين لما تعريضي مشكلتك على أب كاهن الأسرة عرفاة وبتصق في منهجه ممكن الأسرة تبتدي تقول آآ ما عندناش مانع نسمع أبونا وممكن أبونا يدافع عن وجهة نظرك أو يقتنع بوجهة نظرهم وساعتها أنت هتطوعي لأن في كل الأحوال مش هنقدر نفرض إرادتنا على إرادة أهلنا فإذا كان هو إنسان كويس فعلا وأبونا مقتنع به وعرف يقنحهم خير وبركة طلع إن أبونا بيقولك لأ يا بنتي في حاجات سر أهلك معاهم حق فيها ممكن تتعب زواجتك أرجوك يكون عندك روح طاعة بس ده خلي حد أنت بتحبيه من الأباء الكاهنة مش بغرض أنه هو لازم يعمل اللي أنت عايزاه لكن بغرض تاني خالص أنه هو يقدم مشورة ربنا بعد ما يسمع الطرفين سؤال بيقول أنا عندي كذا سنة المشكلة أني بفكر كتير في حياتي بعدين هو السن اللي هي كتبها يعني تقريبا تانية جامعة ولو دخل المدرسة بادري شوية بكتر قوي يبقى تالي بتا جامعة أنا عندي مشكلة أني بفكر كتير في حياتي بعدين هتجوز ولا مش هتجوز وبتكلم مع نفسي في أن أنا مش قد مسؤولية الجواز ولا الأطفال ولا عايزة أساسا أجيب أطفال واشين مسؤوليتهم في الدنيا دي لأن الدنيا كلها تعب ومش حاسة أن أنا هقدر أتجوز وأقدم مسؤولية الجواز وبنفس الوقت مش عايزة بعدين أبقى لوحدي لأن أنا طبيعتي مش إنسانة اجتماعية فمش أعرف أتقلم بعدين مع الناس تانية والتبكير ده بيتعبني وبشغلني كتير حتى عن مذاكرتي أنا مش عايزة أتجوز بس اللي مضايقني إن أنا خايفة أبقى وحيدة وأعاني من الوحدة في المجتمع لما أكبر لأن المجتمع بيشجعش الموضوع إنه أبقى وحدي بص يا بنتي أنت وقعة في حيص بيص زي ما بيقولوا أو وقعة في إنك أنت بتفكري في حاجات وإنت لسة في تانية جامعة لسة تالتة جامعة لسة ربعة جامعة لسة هتشتغلي سنة وتختبر فيها خبراتك في الحياة وتتعلم كتير وبالتالي يكفي اليوم شره النهاردة أنت مطلوب منك إيه؟ تذكري وتنجحي والسنة الجاية تحصلي على شهادة البكاروس أو الليسانس لما يخلص كل ده وتشتغلي سنة أنت هيحصل نضج في شخصيتك وتعيد التفكير في اللي أنت بتفكر فيه دلوقتي بطريقة إيجابية جديدة يعني أنت دلوقتي سامحيني مش مؤهلة أنك تحل المشكلة ولا تاخدي قرار هنستنى سنتين ثلاثة ونصلي ونهدى ونبتدي نشوف إيه المشاكل اللي نخلي أنا قفلين من فكرة الزواج وهلجي مشكلة حقيقية ولا مشكلة خوف تتعالج مع كاونسلر بس الأول ركزي في حاجتين المذاكرة والنجاح والشهادة وبعدين بعد ما نشتغل أكيد أكيد هيبقى فيه رؤية مختلفة تماما حد من سوريا بعد بيقول أنا متابع شرح لبرنامج من أكتر من سنتين وبرغم من بروتستانتي سوري اللي ناجد تعزيه واستفادة من هذا الاجتماع يعني بيقدم تشكرات مرسي قوي على روح التشجيع بتاعتك ومحبتك وربنا يملأك أنت بالنعمة والبركة ومحبته السؤال بيقول يا ابونا هو إيه؟ عاوز يعرف هالربنا اللي بيجمع الزوج والزوجة مع بعض؟ ولا الإنسان هو اللي بيختار؟ عمي جايب لي عروسة وبيشكر فيها جدا وبيقول خسارة ضيع منك وكلمني في الموضوع ده كذا مرة وأبويا كمان نفس الأمر والصراح يا ابونا أنا بيني وبالنفسي عاوز أتجوز وبقول فرصة بس عقلي رافض الموضوع ده بيقول لي اشتغل الأول وحقق مرتب علشان تعرف تعيش مرتاح ولو البنت من نصيبي مش هتروح ولا عادي أتقدم الأول وتكون من نصيبي أنا لسه سني 23 سنة وحاليا مش شغال كون أن البنت كويسة دي حاجة كويسة بس كون أنك انت تكون عندك 23 سنة يعني لسه صغير ومشتغلتش دي نقطة تانية قدرتك على إعالة مراتك ضعيفة فأنا أفضل نحط خطوة قبل خطوة الخطوة الأولانية أنك تلاقي شغل ولما تلاقي شغل هتحس بأنك أنت إنسان عندك قدرة على أنك تصرف على نفسك وعلى بيتك لكن لو خطبت دلوقتي والعروسة قالوا لازم تتجوز كمان سنة وإنت لسه ما كنتش لقيت شغل يبقى أنت هتعتمد في بيتك على دخل والدك أو بيت العيلة ما هتبقاش حر في قرارك هتبقى فيه تبعية هتلاقي حد بيحسبك بيقولك ما أنت أخدت ألف جنيه لحي تتخلصهم يا حبيبي حتى لو البنت كويسة لازم الأول تلاقي شغل وتقعد شهر واتنين بتعرف الألفين جنيه اللي أنت بتقبضهم دولة يعملوا إيه وما يعملوش إيه ويجيبوا إيه وما يجيبوش إيه الشباب اللي أهاليهم بتصرف عليهم عندهم غيبوبة اقتصادية مش عارفين البيت بيكلف كام كهربة مية نظافة بيت أكل بقالة صحة دواء معدهمش فكرة فلابد أن يختبر الشاب لما يشتغل الفلوس دي تجيب إيه وتعمل إيه حتى لو أهله ساعده بعد كده بس يبقى عارف وعنده حد أدنى للدخل من غير شغل ومن غير دخل أنا أفضل إنك تأجل الموضوع تماما لغاية لما تبقى واقف على رجلك يا حبيبي حتى هي مش هتبقى متشرفة أنها تقول أنا مخطوبة الواحد بس لسه بيدور على شغل غير لما تقول أنا مخطوبة الواحد وبيشتغل الشغلان الفلانية هي هتبقى معتزة بيك أكتر لما أنت تكون بتشترق واحد بيقول واحدة بتقول أنا عندي كذا سنة كنت مرتبطة بواحد أكبر مني بسنتين دكتور وأنا دكتورة بس أنا لسه طالبة في آخر سنة دي أول مرة ليه أرتبط وكنت معجبة بيه كنت رفضت أمام الخروج إلا أليل وحتى التليفون وفقت على التليفونات بالعافية وكنت بسيبه هو اللي تصل وكان معظم كلامنا شات وفي الأول سألته هتيجي رسمي إمتى قال لي أنا لسه بدري مش أقل من سنتين اتصدمت جدا لأن رفضة فترة الارتباط بدون جدول زمني وبعد منقشات كتير بدأ يقتنع أنه يقرب الموضوع لكن برضو ما قال ليش وقت محدد بعد فترة حوالي 8 شهر بتديت أحس أني مش مرتاحة والخناقات كترت بس عشان كنت بحبه كنت بقول يمكن سوء تفاهم في الشات بس لو كنت بشوفه كان الموضوع اختلاف وأنا طبعا مش هنزل أتقابل معاه إلا لو كان فيه حاجة رسمي حتى لو بسيطة لحد ما قررت في يوم من الأيام من أنسحب وكلمته قال لي أنه هو كمان مش مرتاح معايا عشان ما بكلموش ولا أسأل عليه وهو كل مرة اللي بيبتدي ومعنى كده أنك مش مهتمة بي وقال أن أنا عشان أول مرة ليا في الارتباط مش عارفة أتعامل إزاي هو طول مدة ارتباطنا ما قاليش أنه ليه مشاعر نحيتي لكن بيقول يعني ما قالش كلمة بيحبني يعني هو إنسان خادم ومعروف ومحبوب جدا مستزميله بس هو مختلف عني هو كان مرتبط قبل كده هو من النوع اللي هو يقابل أصحابه البنات وممكن وهو بيسلم عليهم يحضنهم وأنا رفض ده برضو ولما كلمته قال لي أنا كده بغيره والمفروض تقباليه زي ما هو أنا كنت غلط لما انسحبت والذي كانت فرصة وأنا ضيعتها أنا لازلت عندي مشاعر تجاهه وخايفة أكون فعلا انصرفت غلط لما انسحبت وعايزة أعرف إيه حدودنا في الارتباط بص يا بنتي وهل أقدر أتكلم في التليفون لساعات وانزل ونتقابل برة بينا وبن بعد من غير أهلنا ولا ده مش مسموح بص يا بنتي أول حاجة يعني أنا هقسم الموضوع جزئين الجزء الأولاني إن كنتم مختلفين اجتماعيا هو يمكن لارش بيسلم على البنات بيحضن البنات يوس بنات سلبوسها في الهوى ده مستوى اجتماعي معين عندهم السلامات بقت كده أنا مش معنى كده أنا أنا موافق على كده لكن أنا بقولك إن بقت فيه طبقة في المجتمع دي طريقة التحية بينه ببعض وشايفين الموضوع ببساطة الجزء التاني هو إن كنت مختلفة عنه يعني أنت بيجي واضح إن التربية بتاعتك تربية محافظة ليك حدود عرفاها ودي حاجة أنا بحترمها فيكي قوي قوي فهو قال لك إحنا مختلفين إنت المفروض تسألي عني إنت المفروض تخرجي معي إنت المفروض تقابليني تقبليني زي مانا لا مفيش حاجة اسمها أملك زي مانا الأول لازم لما نيجي نختار حد يا جماعة كشريك حياة نختار واحد من طبنة يعني إيه من طبنة يعني أنا من بيئة محافظة أنا أتمنى أرتبط بإنسان محافظ أنا من بيئة محافظة خطبت تكون من بيئة محافظة مش هنبتدي أقول لها الفسان ده أسير الفسان ده مكشوف المسان ده ماينفعش ماهم الأول أنت اختار واحدة نسبك هو ليه بنختار واحد مختلف ونبتدي نتخانق أنت غلط لا ما تغيرنيش أنت تقبلني لا ما أقبلكش ماهم الأول أنا عارف أنا عاوز أجيب إيه يعني يعني واحد راح يشتري جبنة بيضة حد بيقول جبنة بيضة قديمة فالراجي جاب له بيضة قديمة لأ أنا عاوزها جبنة قديمة بس شلي الملح اللي فيها طب ما تشتري يا حبيبي جبنة تانية ما فيهاش ملح أو جبنة ملح خفيف أنت ليه مصر أنك تعمل معادلة ما تقدرش تاني مشي بيها علشان كده من الأول نختار حد من توبنا اتنين لما البنت تخش في مرحلة تعارف لازم تعلن عن هويتها من الأول تقول للولد كده أنا ما أقدرش أكمل تعارف معاك من غير ما أهلي يكونوا عارفين أن أنت مين وأن أنا في فترة تعارف لمدة تلاتة شهر قد تنتهي بأن إحنا فيه ماتشنج بنا وبن بعض أو فيه تقارب بنا وبن بعض أو ما فيش تقارب بنا وبن بعض لكن مفتوحة بقى ولد وبنت قاعدين يعودوا يتعرفوا على بعد سنتين ليه بيحطم الظرة يعني واللي بنتاش في الطاقة النووية ما الإنسان طباع بتتقري وتتعرف من مقابلات خفيفة جدا كل واحد بيعبر عن نفسه في حالة من حالات النضوج والصراحة والصدق فبنعرف إذا كنا ممكن نقدر ولا ما نقدرش البنت المحترمة اللي بتعبر عن هويتها وعايز أقول حاجة لو البنت عملت كده الولد بيحترمها تقول له لمانع من تعرف تليفوني لمانع من تعرف بشرط إن أبويا وأمي يكونوا عارفين ويكونوا موافقين وفي حاجة اسمها الـ Time Frame البنات بتخاف تقول إحنا لو عملنا كده مش هنلاقي حد يتجوزنا لا يا بنات ما نرخص نفسنا البنت المحترمة بتفضل محترمة والولد اللي عاوز يخش الباب من بيته بيحترم البنت بطريقة تربيتها وبإسلوبها فأنت عبري عن بيئتك وعبري عن إسلوبك وعبري إنك أنت إنسانة محافظة وما تتنزليش ما فيش حاجة اسمها مقابلات بره بره بابا وماما طول ما أنت عايشة في بيت بابا وماما أنت خضعة لقانون بابا وماما ما ينفعش نعمل حاجة من وراهم ده كذب لأنك هتقولي أنا رايحة قبل واحد صاحبتي وتقابليه هتقف قدام ربنا إزاي يا بنات في حدود ما نقدرش نتخطاها إحنا بنات مسيحيات يعني مش عايزة كات تركتا من كده بس الرسالة وصلت يا بونا في حد بيلمحلي عشان ارتباط بس هو مش عجبني شكلا ولا مناسب لي يا شايفة أن إحنا شخصين عكس بعض في كل حاجة هل لو قلت أن أنا مرتبطة أو في واحد تاني بتقدملي عشان ما بقاش رفضته بشكل صريح لأنه مش هيقول أن أنا عكسة بعض هيقول أن أنا مغرورة أو متكبرة لأن أنا دكتورة وهو كلية نظرية عارفة أن الكذب غلط بس أنا معجبة بحد تاني وأتمنى ارتبط به بس لسه ما فيش حاجة هل أنا غلطانة أن ممكن شكل الراجل يفرق معايا يعني ما عرفش ارتبط بواحد قصير أقصر مني أو واحد أصلع مثلا أنا عايزة أن شكل اللي هرتبط دي يكون عجبني لأن هيكون في وشي طول الوقت ولا أنا مزودها بخصوص الشكل مش عايزة غير أن يكون شكله بص يا بنتي أنت دخلت في كذا مشكلة المشكلة الأولانية أن ما نفعيش تجذبي يعني أنت بتقولي هروح أقوله أن أنا مرتبطة بواحد تاني لا ما تقوليش مرتبطة بواحد تاني تقولي حاجة تاني تقول أنت بالنسبة لي أخ عزيز وعمر مشاعري ما حسيت أنها ممكن تكون نحياتك مشاعر تبط فأنت أخوي يقول بقى متكبرة يقول أنت دكتورة يقول أنت مش عارفين دي مشكلته لكن أنت ما تجذبيش تقولي أنت بالنسبة لي أخ وبصراحة ما فيش أي مشاعر نحياتك الجزء التاني بتاع المظهر إذا كان هو أصلع ولا مش أصلع ده طبعا بيفرق من بنت البنت لو ما عندكش قبول ليه لمجرد أنه أصلع أنت حرة مش هنجبرك بس الحقيقة النظرة الواقعية ماذا تحتاج الفتاة أو المرأة عند الزواج محتاجة أنها تتجوز واحد راجل فلو هو أصلع بس راجل وشايل بيته وإنسان كريم في عواطفه وفي مشاعره وحبك وحطك يعني في عينين من جوه إيه المشكلة لا يبقى إحنا نظرتنا سطحية عشان كده بنقول للبنات إيه ما تحكموش بالنظرة الأولى أو ما تحكموش بالمشهد الأول لو سمحتم لو سمحتم إدوا نفسكم فرصة تقابلوا الإنسان مرة واثنين وثلاثة لأن حتى لو العين في الأول مش مرتاحة لما الإنسان بيتعرف على الصفات بتاعت الإنسان لقصاده ممكن مشاعره تتغير نحيته لو تبقى مشاعر إيجابية لكن لو ما فيش مشاعر لا أنت حرة طبعا أنا دايما عندي إحساس بالنقص لإني مش بشتغل وكل ما بتقدم في مكان بترفض أنا بكدروس تجارة ومتجوزة وعندي أولاد في سن ابتدائي إزاي أعالج إحساسي بالنقص والفشل بالرغم إن باهتم ببيتي والأولاد والخدمة لا الحقيقة ما بحبش تعميم الفشل يعني فرضا أنا مش موفق في مجال ما يعني أنا مثلا أقول لكم ما هو مسر لأنا قلته كتير أنا ما بعرفش أحفظ الألحان ولا أعرف في الطبقات لأن أنا عندي مشكلة دايما في الحنجرة الصوتية بتاعت إنها تعبانة وبالتالي أنا ممكن أحس بالفشل أنا ما بعرفش أصلي الأدسات الطويلة زي بقية الكهنة ما بعرفش أقول الألحان الكبيرة زي بقية الكهنة والشمامسة ما بعرفش أركب المزمور الكبير في أسبوع الألام بس ماقولش أنا كاهن فاشل لا أنا الحتة دي مش متوفق فيها ربنا ما ادهنيش لكن بحب أولادي وبفتقد شعبي وبحب المسيح وبحاول إن أنا مزعلوش لكن أنا أقول أصلا يا مليش في الألحان أصلا كاهن فاشل لا ربنا ما ادناش روح الفاشل فما تخليش عدم توفيقك في مجال يخليكي محصورة فيه ما واحدة تانية عندها الشغل بس مش متجوزة واحدة تالتة عندها الشغل وعندها الجواز ومعندهاش الأطفال فتحس إنها فاشلة أو كئيبة أو مش محصوزة في حياتها لا يا بنتي الحرب دي حرب غريبة انتهريها انت زي الفل في المسيح وأهم حاجة علاقتنا بربنا سؤال بيقول أنا عايشة بر مصر بن قصين كتبة دولة من دول المهجر هنا يا بونا ده راجل أنا عايش بر مصر هنا يا بونا لما بنشتري عربية التأمين عليها إجباري والتأمين هنا غالي قوي بس مصر التأمين إنك لو عملت حدثة بيغطي تمن العربية أو بيسدد كل أقصات العربية المتبقية بصراحة يا بونا أنا شخصي مسيحي خادم وماشي في طريق ربنا بس استغلت فرصة التأمين وخططت أني وأنا سايق والتلجن بهد للشوارع وما فيش عربيات ولا حد فأدخل بالعربية في الحيط علشان التأمين يدفع المتبقي عليها للبنك أنا عارف إن ده غلط بس هل حاجة زي دي ممكن تاخد مني أبديتي لإن حصل فيها فكر شرير وكد على شركة التأمين ومجموعة من الخطايا طبعا طبعا دي خطية مع سبق الإسرار والتراصل أنت قلت كده أنا ناوي نمرة واحد أجذب أتنين أسرق أو أنصب طيب وإنت بتعمل الحادثة دي وإنت عاوز تعمل خبطة بسيطة في الحيطة أنا هتخيل حاجة حتى لو مش هتحصل حاجة حصلت وبعدين الدريسون خبط في صدرك كسر لك ضلع دخل في الرئة عمل لك خرم في الرئة ومت تفتكر هتروح فين هيصرفو لك التأمين بس مش هتلحق تصرف منه ولا دولار لأنك هتكون فوق وفوق حتة سخنة الحقيقة حتة وحشة حتة ريحتها كئيبة أو عشان اسمها الجحيم أنا بادحك معك شوية بس طبعا ده غلط 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 إحنا بنصلي في الأداز بنور وكتب وأفعالي طبعا لأقوالك يعني أنا مقدرش أعمل تصرف يدايق ربنا أو 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 لا إحنا أولاده يا حبيب إحنا ملح للأرض والنور للعالم طبعا التصرف ده مية في المية غلط ما ينفعش نعمله أنا يا ابونا حصلي موقف وقلت لازم أحكي القدسة كأنا بديت شغلي وكان بدأت فلوسي تخلص وقلت مش هطلب من أهلي فلوس وأنا بقالي فترة مسلمة حياتي لربنا فصليت وقلت له دبارها يا رب لسه فاضل عشر أيام على مرتب الشهر الجاي بطلع فلوس من جيب الشنطة لقيت 300 جنيه مع العلم أنك كنت عمري ما حطيت فلوس في الجيب ده وكنت فلوس اللي أنا حطاها خمسة جنيه بس وسألت ماما قالتلي أنا ما جيتش ناحية الشنطة بتاعتك بصي أنا مش عارف هل ممكن حد من أخواتك التانين أو بابا حاسس إنه عاوز يعمل لك كده هدية في الخفة فحط الفلوس ممكن هل ربنا دبر إن أي حد يحط الفلوس دي ممكن هل الفلوس دي أنت حطاها من فترة ونسية خالص وكون فاكرة إنهم خمسة جنيه وربنا حوش هملك لوقت زنق نتيجة صلاتك ممكن في كل الأحوال أنا عايز أخد الجانب الحلو إن أنا أشكر ربنا واحمده قوي على ستره علي إن أنا ما استلابتش ولما طلبت منه فتح هنية على الفلوس دي حطاها إزاي مش هفكر دلوقتي ولو افتكرت بعد كده خلاص لكن على الأقل نشكر ربنا دلوقتي إنه فعلا لما أنت صلتي له ما سمحش ليك إنك أنت تستلي فيه من أي حد سؤال بيقول يا بونا أنا كنت بعدت القدسك من فترة وحاولت أحجز في يوم كذا السنة اللي فاتت بس للأسف ساعتها قدسك سفرت واعتذرت ودلوقتي تم تعليق الاعترافات والقبالات مع الأباقي كان في الحل ودي كانت مشكلتي بتقول عدم قراءتها مرة أخرى باختصار يا بنتي ونتم كلكم بتقولوا ما تقولوش ما تقولوش بس المشكلة دي متكررة فحتى لو قلتها مش مقصود بها إن أنا بقول عليك أنت أنا بقول على بنات كتير قوي إن بنت في طفولتها اتعرضت لنوع من أنواع التحرش أو هي كبيرة اتعرضت لنوع من أنواع التحرش وكان ساعتها مثلا سنها سنوي أو جامعة ما قادرتش تقولها لأبوها وقالت لأب اعتراف اقترع عليها دكتور نفسي طبعا يا جماعة لازم نكون واقعين البنت لما حد بيلمس جسدها في التحرش البنت متجوة تحس بإحساس عدم الأمان وبتحس إنها فريسة في غابة مفترسة وفيه حاجات بتطلخبط جواها حتى ممكن تأثر على علاقتها الزيجية جوه سر الزيجة مع زوجها بسبب اللي حصل فيها لأن حطت أو عقلها الباطن حطت أن كل الرجال وحوش أو كل الرجال في حالة من حالات الأسف في اللفز يعني مش عارف أقولها إزاي يعني ده جواها بيبقى الإحساس كده بقذارة الرجل فلما يجي زوجها الطبيعي يقرب منها بيجي لها الإحساس ده في بنات اتعرض التحرش لما يجي زوجها يقرب منها بعد زوج بيحصل لها نوع من النوع يعني معدتها بتقلب عليها وتستفرجوا والتحليل النفسي هو اللي لأ القصة دي دي قصة سمعتها من دكاتر نفسيين الحل إيه؟ حاضر الحل أنك تبعتي تاني نمرد تليفونك وأنا هحاول أربطك بدكتورة مرشدة هي دكتورة بشرية وفي الوقت نفسه مش دكتورة نفسية بس دارسة كاونسلينج وعلم النفس وبالتالي ممكن تساعدك حبة حبة وربنا يا رد ابعتيلي لو سمحت تليفونك بس في الإيميل الجاي آخر سؤال عشان وقتنا زمان دي واحدة بتقول يا زمان يا بونا أنا كنت معمل عادة بيخة بس بطلتها من فترة طويلة بس عاد دلوقتي أوقات أحس بأن في حروب في جسدي مش عارفة أتحكم فيها وساعات بحلم أني أنا بمارس الخطيئة اللي كنت بمارسها مع نفسي زمان وكرهاها وأوقات أحس إنها مش كرهاها ولا حباها مش قادرة أفتح الموضوع مع أب باعترافي خالص أنا أصلي علاقت مع أب باعترافي سطحية أو مش بعرف أحكيله وما بلتوش غير مرة أو مرتين المرة اللي اعترافت فيها قلت له عندي خطايا جسد بس ما فتحهاش معايا ولو المفروض أكلم أب باعترافي أقول له إيه إزاي مش قادرة خالص أتكلم معاه كما أني كرهت الزواج بصراحة أنا حاسة إنها حاجة عيب وحاجة ما أقدرش أعملها لما أكبر خالص إزاي أغير الفكرة دي أولا أنت عندك 14 سنة يعني أتوقع 14 سنة ده ممكن تكوني في الإعدادية لسه كتير قوي قوي عبالما ننضج فكريا وعاطفيا ونفسيا يعني إصادنا على الأقل على الأقل 8 سنين عشان نبتدي نفكر في فترة الارتباط والجواز ففي حاجات هتتغير جواكي آه نمر اتنين أنت مش قادرة تكلمي مع أب باعترافك والي يكن ممكن جدا بس إحنا نجاهد أولا هتقولي الأب باعترافك لازال في خطايا ممكن تكون متعلقة بالجسد بتحاربني لازم نقولها لكن التفاصيل مش ضروري بس أنا يهمني حاجة تصلي تحفظي مزامير تحفظي تسبحها بالعربي لو مش عارفها بالإبتي وفرحي بربنا اقرأ إنجليك كل يوم ما تفكريش في الخطايا لما ندخل النور بتاع ربنا جوه حياتنا السراصير هتهرب فأنت جواكي سراصير بتحاربك دلوقتي سيبي النور يخش أول ما النور يخش السلصار هيجري عارف المطبخ اللي فيه فران أول ما نولع النور تلاقي كل فران جاريت يبقى مش هنفكر في الفران هنفكر في النور دخلي ربنا في حياتك هتنتصري على الخطايا دي اسمحولي إن إحنا نكتفي بالأسئلة دي علشان لسه وقت الكلمة بتاعتنا نتقابل على خير الإسبوع الجاي وبعد الفاصل أو بعد الترنيمة نكمل الكلمة بتاعتنا بسم الآب والابنة والروح القدس الإله الواحد أمين أهلا بيكم في الكلمة بتاعتنا في أول إسبوع أو إسبوع الاستعداد اللي بيسبق الأربعين المقدسة في الصوم الكبير الصوم الكبير الحقيقة ليه مكانة يعني اسمه كده الصوم الكبير مش عشان عدد أيامه لا عشان هو الكبير بين الأصوام مكتوب عن إيه أو بيتقال عنه الصوم المقدس طب يعني هو صوم الميلاد مش مقدس يعني هو صوم الرسل مش مقدس هو صوم العدرة مش مقدس إشمعنا لما نقول بدأ الصوم المقدس أول ما قال بدأ الصوم المقدس نعرف إن إحنا بنتكلم على الصوم الكبير في مرة من مرات وأنا في سنوي في أولى سنوي كنت لقى الدعي يعني إن أنا ممكن أكون بحب الأصوام يعني كنت بصوم عشان البيت بيصوم أو كنت بصوم عشان مدارس الأحد قالت لنا صومه يعني صومنا وخلاص وكان بيبقى فارق معانا قوي الرفاع اللي قابل الصوم يعني مدام هنصوم بقى ناكل إيه بقى يعني ناكل نفسنا ناكل إيه فكانت تركيز في الأكل مش بالصوم وفي مرة من المرات كنت في الاتنين الأول في الصوم وأنا في سنوي في دير الأنباب شوي وأنا في دير الأنباب شوي لقيت راهب الرهبان بتقابل بعض كل واحد يقول خسام طيب أبونا كل خسام طيب بإنبهاء ببهجة وابتسامة ووش منور أنا بقى بيني وبين نفسك ويقولكوا ده عترافة هو بيقولوا كل سنة طيب على إيه الناس تقولكوا سنة طيب بفرح كده على العيد اللي هنأكل في لحمة أو هنأكل في فتة أو هنأكل في أي حاجة رؤاء وفراخ وملوخية لكن كل سنة وانتوا طيبين على الصوم يعني فرحانين بالصوم للدرجات دي أنا مش فهمها صحيح بصوم بس مش للدرجات دي يعني إن أنا بقى فرحان بالصوم بالشكلة يعني كنت لسه في قولة سنوي أو تانية سنوي ففي مرات مرات كنت قاعد في بيت الخلوة بتاع الشباب ده وكلمت أبونا قلتولي أبونا أنتوا يعني ماشيين طول النهار كده كأنكم ناقصت زغراته قاعدين تقوله بعد كل سنة وطيب كده كل سنة طيب أبونا كل سنة طيب كأنني يعني النهار ده إيه رح رد علي قال لي إيه اللي الصوم الكبير إيه اللي الصوم الكبير انتهت القصة على كده وكبرت شوية وجيت النهار ده عشان أسأل معاكم سؤال هو إيه اللي بيميز الصوم المقدس أو إيه اللي بيميز الصوم الكبير عن بقية الأصوام أنا هقول لكم إيه اللي بيميز الصوم الكبير وبعدين نتكلم على شوية تدريب عشان نلحق الصوم في أوله أول حاجة بتميز الصوم المقدس أو الصوم الكبير إنه هو ده الصوم اللي صامه مين رب المجد يسوع لو فتحنا متى أربعة ولو فتحنا لوقة أربعة هنلاقي أن المسيح قبل أن يبدأ خدمته صعد إلى الجبل وصام أربعين يوما كما صام موسى وكما صام مين إليه صام أربعين يوم المسيح صام أربعين يوم وهي دي الأربعين المقدسة اللي هتبتدي بدءا من اللي اتنين الجاي يعني اللي إحنا فيه ده ده أسبوع الاستعداد اللي إحنا صمنا ده اسمه أسبوع الاستعداد لكن الأسبوع اللي ورده فعلا بداية الأربعين المقدسة اللي صاموا المسيح ليه عملنا استعداد؟ لأن كانت إن الصوم بتاعه يعني بيبقى لتلاتة وخمسة العصر أداساته فالناس ابتدت تعمل بالتدرج يعني هنصوم لغاية اثناشر وبعدين واحدة اثنين عشان ما نخشش مرة واحدة ويحصل لنا هبوط أو صداع فكان فيه في فكر الكنيسة يبقى فيه اسموع استعداد بنتدرج فيه فيه أقوال تانية الموضوع ده بس الحقيقة ده الفكر اللي بيريحني يبقى أول حاجة ما زل الصوم ده إنه إيه؟ المسيح نفسه هو اللي صامه وعلشان المسيح هو اللي صامه هو الصوم اللي اتكلم عنه الأباء الرسل واتكلمه عن الصوم الأربعيني وقاله بمنتهى الالتزام إن اللي مش هيصوم الأربعين يوم دولة كأنه خرج نفسه من رعاوية الكنيسة لأنه بقى ماش واحد من جسدها لأنه ما صامش الصوم الأربعيني فالأباء الرسل كانوا حارسين جدا في القرن الأول والتاني الميلادي على صوم الأربعين لغير صوم الرسل اللي هم صاموه قبل ما يلقوا القرعة على متياس يبقى المسيح صامه قوانين الأباء الرسل بتتكلم عنه ده أهم صوم في الكنيسة حاجة كمان بتميز الصوم الكبير إنه بينتهي بإسبوع الألام يعني هو بيخلص يبتدي على طول فيه إسبوع الألام وإسبوع الألام عند الشعب الإبطي له وقع لا تتخيلوا عارفين في أزمة الكورونا دي كلها والكنيس قفلت وناس اتحرمت من القدسات أكتر ناس كانت بتقن بتقول إلا إسبوع الألام يا بونا زي قضنا في بيوتنا لدرجة إن في بعض الناس جابت صلبان خشب وحطتها وحطت عليها ستر اسود كده وبقت تقول كل صلوات البصخة المقدسة بتتبحها في التلفزيون وجوه بيوتها فتتصور بقى أول ما يخلص حد الزعف تبتدي الكنيسة تلبس بقى وتتزين بزن الألام مشاركة للمسيح في ألامه وإسبوع الألام ده بقى بما فيه من بعد حد الزعف عندنا خمس العحد الجمعة الكبيرة ليلة أبو غلامسيس اللي بنبضى لصهرينها طول الليل في الكنيسة والمسيح مدفون في قبره تقص مش معقول بكل ألحانه الجميلة بيرفع الروح قوي لأنه ماشيين مع المسيح خطوة خطوة في أسبوعه الأخير في حياته اللي بيميز صوم الآلام كمان اللي بيميز الصوم الكبير طقصه الكنيسة جوه الصوم الأربعيني ده مختلفة يعني عندنا حاجة اسمها رفع بخور باكر قبل الأداس لما ده كل السنة يا أبونا بس بقى في الصوم الكبير أو في الصوم المقدس لطقص أبونا هيقرأ حاجة اسمها نبوات ونلاقي الإضاءة نقللها والستر أبونا يقفله ده فرافة غربة ليه؟ عشان إحنا بنقول نبوات العهد لأديم ما قبل ما جاء المسيح وبعدين هنبتدي نقرأ الإنجيل ننور الأنوار ونفتح السطر طب إشارة عن إيه؟ نعمة العهد الجديد في المسيح يسوع فكأن الكنيسة بتعملي تمثيلية إحنا كنا فين قبل المسيح وإزاي بقينا في عصر النعمة اللي بالمسيح طبعا طقص جميل ده غير إنه جوه الطقص ده وأثناء الستر مقفول بنعمل حاجة اسمها المطنيات اللي هي إكلينومين تاغناطا إكلينومين تاغناطا ده كلمة يوناني بتقول فلنحن ركبنا وبعدين أناستومين إكلينومين تاغناطا يعني نقف ونحن ركبنا وبعدين كيه أناستومين إكلينومين تاغناطا يعني نقف أيضا ونحن ركبنا يعني إيه الكلام ده بنقدم سجود وأبونا بتدي يقول شوية طلبات وإحنا ساجدين عشان الكنيسة عاوزة تركز على فكر التوبة جوه الصوم يبقى الصوم ده مميز جدا لأنه صاموا المسيح الأباء الرسل اللي تكلموا عنه إنه ده أقدس أصوام السنة وأقدس أصوام الكنيسة الكنيسة بتغير شكلها وتقصها في الصوم ده إيه كمان بيخليه الصوم ده مميز عن بقية الأصوام أقصر الأصوام نسكن يعني الكنيسة تخفيفا على أولادها خلت صوم الميلاد وصوم العذرة وصوم الرسل كل الأصوام التانية ممكن نأكل فيها بعض السمك فيه ناس تقول لأ مش هنأكل سمك مثلا في صوم العذرة هما أحرار لكن الكنيسة بتدي الحل بكده بتدي السمح بكده إيه لا الصوم الكبير بقول وخضروات فالكنيسة بتعلمني فكرة النسك فكرة الانقطاع يعني الأداسات اللي في الصوم السغير ممكن تخلص 12 ممكن تخلص واحدة لكن الصوم الكبير فيه كنايس بتوصل إن الأداس يخلص 6 العصر أو 7 العصر زي بعض الكنيس كانت في مصر قديمة عشان فترة الصوم تبقى فترة طويلة أكيد الصوم الكبير ما احترمنا لكل أصوام الكنيسة أنا هتكلم على حاجة خاصة واعترف لكم بيها أنا بحب كل الأصوام لأنني باعتبرها فترة وقفة مع النفس ومع الله لكن الصوم الكبير أنا ما أقدرش أقاوم أن له ما كان وما أقدرش معلنش أن له ما كان في قلبي تميزه عن بقية الأصوام وأعتقد أن أنا مش الواحدي وأعتقد أن الأسباب اللي قلتها قبل كده قد تكون مؤشر يميز الصوم الكبير عن بقية الأصوام طيب هم ملقيت كلمة بتاعت النهاردة بقى دي مقدمة عن الصوم الكلمة بتاعت النهاردة إزاي الصوم بتاع السنة دي إحنا قلنا إيه إيه اللي خلى الصوم الكبير مميز إحنا عاوزين بقى نخلي إيه اللي يخلي صومنا متميز يعني هو صوم مميز ولا بد أن أصوم بتميز إزاي صومي أنا يكون متميز هو دا الموضوع اللي إحنا هنتكلم فيه مع بعض إحنا صومنا أصوام كتير قوي في حياتنا صومنا عشان أهلينا قالوا صومه صومنا عشان الكنيسة قالوا صومه وفي حد ذاته دا حاجة كويسة إن إحنا تعلمنا الطاعة نقول الكنيسة حاضر ونقول للأهلين حاضر بس فيه حاجة عايز أقولها لحضراتكم إيه اللي عايز أقوله لحضراتكم لو هو دا بس اللي بنصوم علشانه يبقى الصوم دا مش مقبول إحنا كبرنا بقينا شباب في جامعة وبقينا شباب خرجين علشان كده لما نيجي نقدم تقدمة للرب زي تقدمة الصوم لازم التقدمة دي تكون بحسب صلاحه بحسب رضاه لإن ربنا نفسه في عشعية 58 رفض الأصوام اللي كان بيصومها اليهود لإن فيها رياء وفيها قساوة قلب وفيها تسخير للعبيد بيقول لأ الصوم دا 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 قمسنا هذا الصوم أقبله يعني فاكرين أنه كنت اتحكوا علي فالصوم عشان يكون مقبول نعمل إيه أنا هتكلم بصراحة عن نقطتين النهاردة بس إزاي الصوم يكون متميز علشان الصوم يكون متميز مش مجرد عادة ولا مجرد طقس ولا مجرد تغيير لنوع من أنواع الأكل لابد أن يكون هناك هدفا طب إيه هدف الكنيسة من الصوم الكنيسة ليس لها هدف في الصوم أو في كل ممارستها الروحانية وعبادتها سوى الشبع والفرح بحب المسيح احفظوهم الشبع فرح بحب المسيح من غير الحب ما فيش فرح ومن غير الفرح مش هيجي الشبع فيها كلها على بعضيها كده خدوها زماية كل هدف الكنيسة في كل ممارستها التقصية الروحانية تسبحتها كل ممارستها ما لهاش هدف غير الشبع والفرح من خلال حب المسيح لو دي مش جوايا وقدمت جسدي حتى يحترق وقدمت كل أموالي للفؤراء واخوة الرب أنا لا أنتفع شي قد صرت نحاسا يطن أو سنجا يارين زي ما القديس بولوس بيقول يبقى ازاي أخش بقى هو دا اللي هنقوله هتكلم على نقطة انا قلت ان هدفنا في الصوم هو الشبع والفرح بحب المسيح علشان أعمل كده الصوم ليه عنصرين هنتكلم عنه من نهض هو ليه عنصر كتيرة قوي بس أنا أتكلم على اتنين العنصر الأولاني اسمه الإخلاء والعنصر التاني اسمه البناء حتى سهلين قوي إخلاء بناء إخلاء بناء طب ناخد العنصر الأولاني يعني إيه الإخلاء أول حاجة إخلاء الجوف إن أنا بصوم صوم انقطاعي دا تدريب عن النسك النسك يعني الترك يعني أنا تعودت أقوم أشرب شاي بلبن تعودت أشرب لسكافيه تعودت أشرب فنجال قهوة من غيره ما بعرفش أفتحناية بتيجي الكنيسة تقول لي لا 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 الصوم دا بتاع الرجالة بقى يعني إنت هتضبط نفسك وتعرف تقول لنفسك لا مش قادر طب قول لنفسك كمان شوية واتحك عليها ولم يجي كمان شوية تقول كمان شوية ما حاجة باللتنين يا فنجال القهوة اللي ممشيك يا إنت اللي ممشي نفسك إنت ترد على نفسك إنك تكون عبد عند فنجال قهوة يعني سوري في المثل اللي هقوله لو في حمار عاوزه يمشي ورايا واسرقه من صاحبه بعمل إيه بجيب له كده لبشة برسيم أو كبشة برسيم في قدية وشممهم له وابتدي أمشي لو هو مش مربوط هيمشي ورايا عشان يعينه على مين على البرسيم أنا ما انفعش بصراحة تكون على عيني على أي حاجة أمشي وراها لأن أنا هدفي أشبع بالمسيح ففكرة الكنيسة إنك لابد من إخلاء الجوف لأنك إنت لما هتخل الجوف كمان هتجوع ولما تجوع دي حاجة حلوة قوي لأن الجوع في حد ذات عبارة عن جرس بيفكرك إنك صايم فترفع قلبك تقول يا ربي يسوع المسيح ابن الله الحي رحمني أنا الخاطئ أو تقول أبانا لازي أو تقول قطعم الأجبية أو تقول مدام أنا جعد كده يبقى الكنيسة فكرتني كلما جوع أقول مزمور الجوع في حد ذاته مش هدف الجوع في حد ذاته جرس بيفكرني إن أنا جعان فبدل ما أبتدي آكل لقمة لأ أنا هاكل المسيح يعني هاكل المسيح يعني هشبع بيك يا رب فاتكلم معاه يعني الجوع دي غرض الجوع مش إحنا بنعز بالناس إحنا مش هنود هنا بنعلم الناس اليوجا إنه ما أكلش باليوم والاتنين لا 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 خالص الأكل مبارك ومقدس لأن ربنا خلقه لكن في فترة الصوم أنا بجوع وكلما الجوع يشد علي أفتكر المسيح في الصليب أفتكر المسيح في الجلجسة أفتكر المسيح عمل إيه علشاني فرفع قلبي بالصلاة يبقى أول حاجة النسك الجوع بلاش يا جماعة تتحيلوا على الأصوام لو سمحتوا لأنك إنت ممكن تعمل أكل صيامي أحلم الأكل الفطاري إنت بتخدع مين يا أخي كل اللي موجود في قدسين كانوا طول الصوم ما يكلوش غير شوية فول ما تشوش يبلو بشوية مية ويأكلوه أبونا عبد المسيح الحبشي كان لما يجي الصوم كان يأكل يعارفين يأكل إيه يجيب كباية مية وجوه كباية المية دي يحط كل حاجة عليها عارفين يحط إيه يحط الملوخية النشفة على الفول على الفاصولية على أي حاجة ملهاش طعم ويقول أقول لك هو الصوم كده فيبقى أول حاجة أنا إخلاء الجوف فكرة الجوع وفكرة النسك وفكرة أنا ماكلش اللي على مزاجي لا تحاير في الصوم في واحد يقول لي دي بسبوسة سيامي يا أبونا ما أحبكش إن إحنا ناكل البسبوسة في الصوم الأربعيني يعني ما أحنا بناكل طول السنة شوكولاتة يا أبونا سيامي الحقيقة لا حتى لو تجاوزا عملتها في الأصوام التانية إلا الصوم الأربعيني لابد إن يكون فيه نسك عالي أول تاني حاجة إخلاء اللسان لأن فيه صوم على اللي مهلنا الأباء اسمه صوم اللسان أصوم على الشتيمة أصوم على النميمة أصوم على الإدانة يا سلام على اللسان ده اللي ممكن يكون سبب بركة الحياتي وممكن يكون سبب دينونة لحياتي ممكن لو أنا مع جراتي بنشرب الشاي الصبح في العمارة وبنعمل نميمة نبطل في الصوم عشان نبطل بعض الصوم كمان إخلاء اللسان يا سلام لو صومنا صوم اللسان صدقوني عند ربنا دي حاجة مهمة قوي صوروا إنسان اتعود إنه يشتم اتعود إنه يحلف اتعود إنه ينم اتعود إنه يدين يصوم لسانه ويصوم بلسانه أليس هذا صوما مقبولا؟ بالطبع صوما مقبولا إيه الفايدة إنك إنت جعان وأكلت شوية فول من غير لحمة ومن غير دهون ومن غير لبن ومن غير بيض بس قاعد تتكلم على كل الناس اللي حواليك لا دا مصوم يا حبيبي الإخلاق هو إخلاق للجوف إخلاق لللسان تالت تدريب في الإخلاق هو إخلاق العين زي ما البابا شنودة قلع نفسه بيقول في الترنيمة وهالعين قد أخليتها من رؤى الأشياء علي أن أراك يعني زي الواحد ينظف عينيه عينيه دي اللي بتبص على حاجات وتشتهيها في تعظم المعيشة العين دي اللي بتبص على بعض الغرائز وتشتهيها والإنسان يفقد عفته ويدنس نفسه العين دي اللي بتقع في بعض الأمور في بعض الخطايا الشديدة ومدخل زي الكاميرا اللي بتخزن كل حاجة وعشة في النجاتف بتاعة الدماغ خلي بالكو أو في الميموري بتاعة الدماغ خلي بالكو صوم العين دا مهمة قوي يعجبني أحد الأباء يقول الإنسان المسيحي ما بصش قل على حاجتين يا السمى اللي رايحها يا الطراب اللي جه منه الطراب يعلمك الإتضاع لإنك منه والسمى تدي لك الرجاء إنك رايح لها لكن تبص حواليك ينين وتبص حواليك شمال هتشتهي وهتعثر وهتضيع حياتك يبقى أول تدريب اسمه الإخلاء أخدنا نمر واحد إخلاء الجوف إخلاء اللسان إخلاء العين من إخلاء العين كمان هذا الجهاز الصعب جدا اللي اسمه التليفون اللي طول النهار عامل كده هو اللي عزلني عن الحياة الشيطان اللي سرقني من المسيح ومن ربنا لدرجة سمحوني سمحوني عايز أقول إن بعض الأباء الكهنة بتروح خلوة الدير ومعها الموبايل بتاعها طبعا لما يكون فيه إميرجنسي ماشي لو عامل حسابه إنه هيفتح الموبايل في اليوم لمدة نص ساعة ماشي هو رايح يفضي دماغه من العالم علشان يروح يتفرغ للمسيح في الدير يروح واخد العالم كله على الإنترنت في الموبايل ويضيع الخلوة ويضيع التأمل اللي عاوز يقضي خلوة يحط الموبايل جوه العربية ويقفل عليه ما ينفعش الخلوة مع الموبايل ولا تنفع الرهبانة مع الموبايل الحقيقة لإنه بقى يسرقنا بره التركيز في الهدف اللي اسمه الشبع بالمسيح يبقى أول حاجة في الصوم اسمها الإخلاء أول حاجة في الصوم اسمها الإخلاء نمره اتنين عشان عندي هذا في الشبع بالمسيح اسمه البناء يبقى أول حاجة الإخلاء بعديها البناء يعني إيه البناء يعني أنا عاوز أستغل الصوم ده أبني علاقة قوية على بيت من الصخر في المسيح يسوع طيب أعملها إزاي أقول لكم اللي عاوز يستغل الصوم عشان يتبني هقول لك أربع حاجات تحددهم أول حاجة تحديد وقت أوعى تسيب علاقتك للمسيح في الوقت اللي هتعوده معاه لمزاجك أو لظروفك لمزاجك هيجي ولا ظروفك هتساعدك هقولها تاني أوعى تسيب علاقتك مع المسيح في الوقت اللي عايز تعوده معاه لمزاجك او لظروفك ظروفك هتعندك ومزاجك مش هيجي يبقى انا مره واحد انا عارف شخصيتي فيه شخصيات تحب تقوم بدري تقعد مع ربنا وفيه شخصيات تحب تقعد تصهر بالليل بعد ما البيت كله عشان تقعد مع ربنا وفيه ناس تحب تقوم في الفجر وفيه ناس تحب تقوم في نص الليل انت حر انت عارف دينامجية جسمك وامتى بتبقى فايق بس لازم تقدم احلى وقت لربنا يبقى اول حاجة تحديد وقت تدريب اسمه كده هقعد ساعة كل يوم مع المسيح في هذا الصوم ساعة الساعة دي اقسمها ربع ساعة صلوات ربع ساعة كتاب مقدس انا بحدد الوقت اهو ربع ساعة تسبيح ربع ساعة اي حاجة بس هقعد ساعة يبقى نمر واحد حدد وقت يا الصبح يا الظهر يا بالليل انت وظروفك بس لابد من تحديد هذا الوقت عشان تتبني اتنين حدد كم يعني ايه كم اه والكم ده لازم يكون كم واقعي مش كم من كده عشوائي يعني تقول مثلا انا لو قريت كل يوم اصححين من رسائل بولس الرسول هخلص كل رسائل بولس الرسول في الصوم الكبير هقدر او تقول حاجة تاني ان انا ممكن هحدد سفر اشعية لان اشعية ده محبوب لقابات كتيرة قوي قروف الصوم لانه يجمع ما بين التوبة والرجاء والاباقي سامول انجيل الخامس فانا هقرأ سفر اشعية بالتفصيل على قد ما اقدر كل يوم ان شاء الله اصححه نص بس لا اقرب تركيز وليكن واحد تاني يقول لك انا هخصص الصوم ده لقراية سفر الرؤية ودرسته يبقى انت حددت وقت وحددت هدف في الكتاب المقدس كمي واحد يقول لك انا عاوز اخلص العهد الجديد عد الاسحعات واسمع العدد الايام انت حر بس حدد حدد كم تلتزم به امام الله يبقى حدد وقت ده انت لو عاوزت بني اتنين حدد كم تلاتة حدد كتاب روحي في كتب روحية جميلة جدا جدا بنتنا كلنا بستان الروح الجزء الاول بستان الروح الجزء التاني للمتنيح الانبى يؤنس من اعظم الكتب الروحية في الكنيسة الابطية كتاب معالم الطريق الروحي كتاب الحروب الروحية للبابا شنودة من اعظم الكتب في الكنيسة الابطية اللي تنفع فترة الصوم روحانية الصوم للبابا شنودة ممكن ابتدي بالصوم عشان يفتح عناية على تدريب جوه الصوم يبقى انت حددت وقت حددت كم من الكتاب المقدس حددت كتاب روحي عميق كبير هتقسمه وتقرأ كل يوم خمس صفحات عشان تتبني في المسيح تحديد صلوات هروح لاب اعترافي واقول له يعني اذا كنت انا قبل الصوم بصوم كذا 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 ايه اللي زوده في الصوم يا اما هيدي لك ساعة زيادة من ساعات الاجبية يا اما هيقول لك تلتزم بصلاة يسوع خمسين مرة الظهر وخمسين مرة قبل ما اتنام المهم لابد ان يكون فيه تحديد للصلاوات مش معقولة الصوم اللي مرتوب بالصلاة والصلاة اللي مربوطة بالصوم اصوم بر الصوم زي جوه الصوم فعايز اخد اكتر عايز اقسم يا رب او عايز اقسم يا بونا تسبيحة نص الليل انها تخلص على ثلاث ايام يعني اليوم الاولاني اخد قوم يابان النور والهوس الاول بلوبشو اليوم التاني مسلا اخد الهوس التاني بلوبشو والتالت بقرب صالين اليوم الرابع اخد سقطو سقطوكية اليوم او ابصلية اليوم مع سقطوكية اليوم واخد معها ختم التسبيح المهم انا هقسم التسبيح على ثلاث ايام هقسم التسبيح على الاسبوع كل واحد وقمته بس سبح يا اخي ولو في اليوم سبع دقايق قولت اسباح خمس دقايق صدقني لو قلت خمس دقايق بسرعة كده فيها حماس قوموا يا باني النور لانو سبح رب القوة او الهوس تأشكروا الرب لانو صالح وطيب قول اي حاجة تعرف لو كما زيها هتخلص فيها هوس ولو بشي صدقني المهم ان انا بزود حاجة يبقى انا حددت وقت حددت كم حددت كتاب روحي حددت صلوات يبقى انا عملت تدريبين التدريب الاولاني اسمه الاخلاق قلنا اخلاق ايه الجوف وده النسك وبعدين العين ده الشهوات وبعدين اللسان ده الادانة والشتايم والنميمة والكلام البطال وبعدين قلنا البناء البناء تحديد وقت تحديد كم في كتاب مقدس تحديد كتاب روحي تحديد صلوات تحب تنمو فيها وتزود حت التسبح بالشكل ده الصوم هيكون مختلف الصوم هيكون مختلف هو فيه حاجات كتيرة قوي بس حرصا على وقتنا هنكتفي بكده واقول لكم ان بنعمة ربنا زي ما احنا متعودين ان في كل صوم بنمسك سلسلة بدءا من الاسبوع الجاي هتبقى فيه سلسلة لموضوع ناخده على ست مرات يغطي كل اسابيع الصوم ربنا يديني ويديكم لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الابد آمين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر